في ظل استمرار الحرب في غزة وجدت القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة نفسها على خط نار لسيما مع زيادة الهجمات على المواقع التي تتمركز بها تلك القوات في سوريا والعراق منذ أكتوبر وفق تقرير لمجلة فاربس الأمريكية أوضحت المجلة عن القوات الأمريكية المتبقية في العراق وسوريا هي جزء من المهمة الأكبر التي تم انطلاقها في عام 2014 لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي حيث بقي عدد منهم يقدر بنحو 900 جندي في سوريا ونحو 2500 في العراق يتواجدون في قواعد عراقية بدعوة من بغداد أشارت المجلة إلى أن القوات المتبقية هي لدرء خطر داعش لكنها أصبحت الآن أهدافا للفصائل المدعومة من إيران منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس ووفقا للمجلة قدرت مسؤولة في البنتاجون وقوع حوالي 78 هجوما فيما تحدثت مصادر أمريكية أخرى بعد ذلك عن تجاوز الهجمات حاجز المئة معظمها بالصواريخ والمسيارات مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصا على الأقل وعددت فوربس أبرز الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر حيث ضربت مسيرات قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غربي العراق وقاعدة التنف في سوريا لتصيب 21 شخصا بجروح طفيفة عادوا جميعهم إلى الخدمة بعد أيام في 19 أكتوبر ضربت مسيرة أخرى قاعدة عين الأسد العراقية وعلى إثرها توفي مقاول أمريكي بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء احتمائه في مكانه في 12 نوفمبر هذه المرة أيضا أكدت مصادر عسكرية لوكالة رويترز تعرض القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي وقاعدة الشداد العسكرية في شمال الشرق سوريا لثلاث هجمات بالمسيرات والصواريخ بعدها بساعات شنت الولايات المتحدة ضربات قال عنها وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إنها استهدفت منشآت الحرس الثوري الإيراني وجماعات ترتبط بإيران في شرق سوريا حيث أسفرت عن مقتل ثمانية مقاتلين من الفصائل بحسب ما أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان نذاك وكانت هذه هي المرة الثالثة في أقل من ثلاثة أسابيع التي يستهدف فيها الجيش الأمريكي مواقع في سوريا ويؤكد أنها لجماعات مرتبطة بإيران إذ وجهت القوات الأمريكية في الثامن من نوفمبر ضربة لموقعين لتخزين الأسلحة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا كما استهدفت قبلها في السادس والعشرين من أكتوبر موقعين تنشط فيهم الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا هجمات الفصائل لم تتوقف عند هذا الحد ففي الثامن من ديسمبر تم إطلاق صواريخ ضد السفارة الأمريكية في بغداد فأصابت بوابتها دون أضرار تذكر ومنذ يومين فقط في الخامس والعشرين من ديسمبر أدت طائرة بدون طيار أطلقتها كتائب حزب الله في العراق إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكين في قاعدة الحرير الجوية في أربيل الشمالي العراق الأمر الذي دفع الولايات المتحدة هذه المرة للرد بشن غارات ضد منشآت تستخدمها الجماعة ضربات قال عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن البارحة إنها استهدفت ردع إيران وأدرعها لتحديد وتحييد قدرات الهجوم على القوات الأمريكية بالمنطقة عقب الرد الأمريكي الأخير هذا وهذا التصريح للرئيس جو بايدن جدد السوداني رفضه للهجمات على القواعد العراقية مؤكدا للتزام حكومته بأمن البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين أضف السوداني أيضا في لقاء مع نظيره الإسبانية الذي يزور بغداد حاليا أضف أن حكومته ماضية نحو هدف إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق بعد أن تتولى القوات العراقية زمام الأمور بالكامل ضد داعش